اهلا بكم من جديد كامراجة للدرس السابقة الذي تحدثنا عن انترفيس في الدرس اليوم سوف اعطيكم مثال اخر سوف اقوم ايضا باستخدام قسم العملي اندريد استوديو لكي يكون لديك فكرة واضحة كيف يعمل المناصات الاخرى الذي تم استخدام اللغة الجافة لبرمجة العاب او تطبيقات او برامج بما ان اللغة الجافة لغة برمجية وليس لغة التصميم سوف تشاهد في جميع المنصات هناك اللغات اخرى ليجل التصميم مرتبطة للغة الجافة كمستثار في اندريد استوديو لغة اكس مايل يكون مرتبطة باللغة الجافة اللغة الجافة يكون لغة برمجية ولغة اكس مايل يتم استخدامه لاجعل الواجهة الواجهة، الواجهات التطبيقات غالبا المنصات الأخرى سوف يسهل عليك تصميم الواجهة للتطبيقات أو ألعاب أو برامج للسرغ بإنشائها مثلما تشاهد في Android Studio يسهل عليك إنشاء الواجهات مثلما تشاهد يقوم بتوفير لك كثير من العناصر الجائزة كل ما عليك أن تقوم بوضع دمن الواجهة وسوف يتم إضافة يمكنك أن تقوم بالتحديد الناص واللون إلى آخره فقط أعطيكم الفكرة عن المنصات الأخرى لا تقلق أبدا بنياية هذه الدورة يمكنك أن تبدأ بالدورة Android Studio التي نقدمها لك لكي تتعلم كيفية إنشاء تطبيقات أو ألعاب Android باحترافية أو يمكنك أن تبحث عن منصات الأخرى إذا كنت ترغب ببرمجة ألعاب عملاقة أو مواقع أو برامج كمبيوتر من خلال اللغة الجافة سوف تشاهد كثير من الكورسات بعد هذه الدورة سوف يساعدك على البرمجة من خلال اللغة الجافة بالشكل أفضل لأن لكي تكون جائزا لبرمجة ألعاب أو تطبيقات أو برامج من خلال اللغة الجافة يجب عليك أن تتعلم الأشياء التي شرحنا لكم أثناء هذه الدورة لكي يكون لديك فكرة واضحة وفكرة أفضل عن اللغة الجافة كيفية استخدامها لكي يسهل عليك برمجة تطبيقات أو ألعاب أو برامج في منصات الأخرى غالبا سوف تجد في منصات الأخرى كل ملف جافة يكون مسؤول عن أحد واجهات فهذا يعني إن كان يتواجد أكثر من واجهة على سويسر ثلاثة واجهة سوف يتواجد ثلاثة كلاسات جاهزة ودمن أن يمكنك أن تقوم بإضافة عناصر التي استرغبت بها الآن لنأخذ مثالا لنفترض أرغب بإنشاء تطبيق أو لعبة عبر أندريد استوديو وأرغب بإستخدام دمن كل كلاس على سبيل مثال 2 فريابرس يكون متشابهين هل سوف تقوم بإستخدام الطريقة التالية سوف أقوم بإنشاء 2 كلاسات على سبيل مثال الكلاس الثاني يكون مسؤول عن الواجهة الثانية من التطبيق خاص بك لديك أيضا كلاس ثالث مسؤول عن الواجهة الثالثة من تطبيقك فقط أعطيكم مثال وأفكار لنفترض أرغب بجميع هذه الكلاسات بإنشاء نفس الفريابة على اسم ينسى فريابة من نوع string سوف أسميها package name يساوي القيمة التالية لدينا أيضا فرياب الآخرى على اسم ينسى ليسمى up name اسم التطبيق يساوي على اسم ينسى cooter share لنفترض أرغب أن أقوم باستخدام هذه السنين فريابة في جميع الواجهات هل سوف أقوم باستخدام الطريقة التالية هل تلاحظ نسخه لاسخ؟ إذن في تلك الحالة يمكنك أن تفكر بالانترفيس كل ما عليك أن تقوم بإنشاء انترفيس سوف أقوم بإنشاء يدمنى انضر الستيديو لك هي يكون لديك فكرة في قسم العملي سوف أقوم بإنشاء class سوف أختار من هنا interface أرغب إنشاء interface وليس class سوف أسمي الاسم interface على اسم ينسى app interface في تلك الحالة كل ما عليك أن تقوم بوضع الفريابة اللي يسترغب باستخدامها في كلاسات اللي يسترغب بها بكل سؤولة دمن الانترفيس اللي إذا قمت بإنشاءها وفي كلاسات اللي يسترغب باستخدام اسم الفريابة كل ما عليك أن تقوم بوضع العمر implement ثم تقوم بالتحديد الانترفيس بما أنا قمت بتسمية app interface إذن سوف أقوم بالتحديد بالشكل التالي أنا بكل سؤولة يمكننا أن نتمكن من وسؤول إلى جميع الفريابة اللي يتواجه دمن هذا الانترفيس في أي مكان نرغب بها دمن الكلام الخاص بنا اللي يقومنا بالتزويد بذلك الانترفيس لنفتريت أرغب طبعا سوف تتعلم كل هذه الأشياء أثناء دورة Android Studio كل هذه الأشياء سهلة جدا صدقوني سوف تجدها صدقوني أسهل من الأشياء اللي استعلمتها أثناء هذه الدورة أنا أحاول جائدا لنجعل منكم احترفين ولذلك ويستهل عليكم كل شيء وأيضا أقوم بشرح لكم كل شيء باحترافية ثم غالبا في المنصات الأخرى لن تقوم باستخدام العنصر system.out.print لعرض البيانات لأن المنصات الأخرى من تطورها يمكنك أن تقوم بعرض البيانات على سبيل المسال من خلال الواجهة التطبيق للمستخدام أو يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك بأي طريقة ترغب عرض البيانات للمستخدم على سبيل المسال لرسال البيانات إلى قاعدة البيانات التي تم عرضها في الموقع أو في أي مكان أخر في أندري تسديد على سبيل المسال إن كنت ترغب باستخدام system.out.print تم استبدالها بالعنصر التالي log log.d log.d ضمنها تقوم بتحديد اسم على سبيل المسال سوف أسميها message رسالة فراغ ثم تقوم بتحديد أي بيانات وأرغب بعرضها على سبيل المسال أرغب أن أقوم بعرض القيمة الذي يملك بهذه الفريابة بما أن هذه البيانات تم تزويدها بهذه الانترفيس كل ما علينا نقوم بتحديد اسم الـ class نقطة ثم نقوم بتحديد الفريابة على سبيل المسال package name لنشاهد ثم يتم عرضها ضمن log.cat هنا يمكنك أن تبحث عن الرسم وبمجرد يتم بنفيذ هذه الأوامر سوف يقوم بعرض لك القيمة ولكن هذا الجهاز ليس مهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي فقط كنت أرغب أن يكون لديك فكرة واضحة عن انترفيس وهذا كيفية استخدامه في المنصات الأخرى ولكن يكون لديك فكرة عن المنصات الأخرى التي تم استخدامه لبرمجة تطبيقات أو ألعاب أو برامج من خلال اللغة الجافة في مسال الحالي يمكن أن نقوم بإنشاء انترفيس وعلى مسال سوف أسميه اللي اسم انترفيس عب انترفيس قم بالتحديد بنفسك اللي اسم وضمنها سوف أقوم بوضع الفرياب اللي سأرغب باستخدامها بجميع الكلاسات اللي سأرغب بها أنا لست بحاجة إلى كل مرة أقوم بإنشاء فريابة كل ما عليك أن أقوم بالتزويد الكلاس اللي سأرغب باستخدام الفريابرس الذي يتواجد ضمن الانترفيس بالانترفيس الذي يحطي على الفريابرس اللي يجب أن نرغب باستخدامها ضمن هذا الكلاس وكلاسات الأخرى وبكل سهولة سوف نتمكن من الوصول إلى العناصر اللي يتواجد ضمن الانترفيس في أي كلاس نرغب بها لنفترة أرغب بأن أقوم باعرض القيمة اللي يملكه هذا الفريابر ضمن الكلاس التالي كل ما عليك أن نقوم بتحديد الاسم الكلاس ثم نقوم بتحديد الاسم الفريابر الذي نرغب باعرض البيانات خاص بها مثل ما أنت شاهد شاهد الانترفيس كم يساعدنا في توفيع كتابة الأكواد بدلا نقوم بكتابة في جميع الكلاسات التي نرغب باستخدام نفس الفريابر يمكننا أن نقوم بوضع ضمن الانترفيس ونزود ذلك الكلاس بذلك الانترفيس وسوف نتمكن من استخدام جميع الفريابر الذي تواجه ضمن الانترفيس دون أن نقوم بإنشاءه في كل مرة في الكلاس مثل ما تشاهد كلاسات خالية شكرا لكم على المشاهدات أتمنى لكم توفيق وراكم في الدرس القادم لكي نتعلم الشاجعة إذا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر